في التقرير التالي نقدم لمحة مقتضبة عن السيرة الذاتية للسيد وانج يانج وانج يانج من قومية هان وهو من مواليد مارس عام 1955 في مدينة سوجو بمقاطعة أنخوي بدأ العمل في يونيو عام 1972 وانضم إلى الحزب الشيوعي الصيني في أغسطس عام 1975 وتلقى تعليما جامعيا بمدرسة الحزب المركزية وحصل على درجة الماجستير في الهندسة يشغل حاليا منصب عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني ورئيس للمجلس الوطني الثالث عشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجموعة الأعضاء القياديين بالحزب لمجلس الدولة كان مدير لجنة التخطيط بمقاطعة أنخوي بين عامي 1992 و 1993 ومساعدا لرئيس مقاطعة أنخوي ومن ثم نائبا لرئيس مقاطعة أنخوي وبعد عام 1993 عمل كعضو في اللجنة الدائمة للجنة الحزب في مقاطعة أنخوي بين عامي 1998 و 1999 عمل نائب أمين لجنة الحزب في مقاطعة أنخوي ونائب رئيس المقاطعة من عام 1999 إلى عام 2003 عمل نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والتخطيط وبعد ذلك شغل منصب نائب السكرتير العام لمجلس الدولة الصيني في عام 2005 تولى منصب أمين لجنة الحزب في بلدية تشونجين في عام 2007 أصبح عضوا في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب في الفترة ما بين عام 2007 وعام 2012 شغل منصب أمين لجنة الحزب في مقاطعة جواندون من عام 2012 إلى عام 2013 كان عضوا في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني من عام 2013 إلى عام 2017 شغل منصب عضوا للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة وعضوا مجموعة الأعضاء القياديين بالحزب لمجلس الدولة من عام 2017 إلى عام 2018 شغل منصب عضوا اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجموعة الأعضاء القياديين بالحزب لمجلس الدولة في عام 2018 شغل منصب عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس المجلس الوطني الثالث عشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجموعة الأعضاء القياديين بالحزب لمجلس الدولة